اشتركوا في القناة وحصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية وقد هنأ جلالة الملك المفدى سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة بهذه المناسبة مشيدا حفظه الله بهذا الانجاز والتفوق المتميز الذي حققه سموه بفضل ما بذله من جهد ومثابرة وما أبده من انضباط يستحق عليه هذه الدرجة الرفيعة من هذه الكلية العريقة مؤكدا جلالته أن ما حققه سمو الشيخ عيسى بن سلمان هو مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن والذي أضحى صورة مشرفة للشباب البحريني الناجح والطموح في اكتساب المعرفة والخبرات المتميزة من أعرق الكليات والأكاديميات العسكرية العالمية معربا جلالته عن خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق ومواصلة النجاح والتفوق في حياته العلمية والعملية لخدمة وطنه ومجتمعه وكما أشاد جلالة العهل المفدة بأبناء مملكة البحرين وحرصهم على التفوق دائما وتحقيق الإنجازات في شتى الميادين لرفع راية الوطن متطلعا جلالته بكل ثقة في اسهم شباب المملكة في مسيرة النهضة الحديثة والتنمية والبناء التي تشهدها المملكة على مختلف السعود وقد رفع صاحب السمو الملكي والعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان والعرفان لجلالة الملك المفدة على تهان جلالته وتوجيهاته السديدة ودعمه وتشجيعه لأبنائه المتفوقين وكافة شباب المملكة مما يعكس الرعاية الأبوية التي يوليها جلالته دائما لأبناء هذا الوطن المعطاء لتحقيق كل تطلعاتهم وأمالهم المنشودة في خدمة وطنهم في جميع المجالات كما عبر سمو الشخيس بن سلمان الخليفة عن جزيل شكره وامتنانه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على توجيهات جلالته الأبوية الكريمة والتي ستشكل حافزا لسموه لبذل المزيد من الجهد والعمل للعطاء المخلص لتحقيق كل ما يتطلع إليه جلالته من رفعة وتقدم وازدهار لهذا الوطن العزيز في ظل قيادة جلالته الحكيمة ذارعان إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعى ويسدد على طريق الخير والعطاء خطأ اشتركوا في القناة